غارة جوية خاطئة تستهدف اللواء أو الحرس حدود بمديرية برط العنان محافظة الجوف وتوقع قتلى وجرحة تتراكم أخطاء غارات التحالف ضد الجيش والمدنيين لتتحول إلى خطايا تبدد الآمال وتغير مواقف اليمنيين وقناعاتهم من التحالف وأجنداته في اليمن سبعة جنود قتلوا وجرح نحو 23 آخرون من أفراد اللواء الذي يخوض مواجهات عنيفة مع ميليشيا الحوثي ويتقدم بين مديريتي برط العنان والحشوة واستعاد سلسلة جبال الربعة قيادة اللواء قالت إنها تقدمت بطلب التحقيق في الغارة التي استهدفت موقعا للجيش مشيرة إلى أن معظم الحوادث المماثلة التي طالت قوات الجيش في وقت سابق تم فتح تحقيق فيها دون الكشف عن نتائجها حتى الآن ليست الغارة الجوية الأولى الخاطئة لطائرات التحالف ضد الجيش في محافظة الجوف فقد سبقتها خمس غارات خاطئة منذ العام 2015 في مناطق متفرقة من المحافظة حصدت ما يزيد عن ستين قتيلا وخلفت عشرات الجرحة من الجيش والمدنيين باستمرار يسقط جنود الجيش والمدنيين بالنيران الصديقة التي تخطئ استهداف العدو المفترض ميليشيا الحوث الانقلابية وتتفنن بأخطائها في استهداف مواقع الجيش الوطني ومنع أي تقدم له غارات باتت مثار لكثير من الأسئلة والشكوك حول نوايا وأجندات التحالف الذي يلجأ بعد كل غارة خاطئة لامتصاص السخط بفتح التحقيقات ولا يعلن عن نتائجها